مساء الخير استيسامي. هذا البيان كان متوقع. هناك إجماع كبير. إجماع دولي. وليس فقط إجماع أوروبي على هذا العمل. الذي هو جريمة دولية. لأن هذا استهداف مباشر للمدنيين من قبل جماعة الحوثي. استهداف لناس لا خاصة بالحرب ولا شيء ما. فبالتالي هناك إجماع على استهداف هذا الخطر. لأنه كما تعلم أن جماعة الحوثي أصبحت خطر كبير. يهدد ليس فقط الملاحة البحرية في باب المندب وجنوب بحر الأحمر. ولكن أيضا الأجواء والمدنيين. فبالتالي هذا البيان جاء ليدعم دولة الإمارات. جاء ليدين جماعة الحوثي. وجاء أيضا المطالبة للذهاب. للذهاب بعيدا بالفعل. للحد من خطر هذه الجماعة التي أصبحت خطر خطر كبير في المنطقة. كما ذكرت لك. هي تقوم بعملية قرصنة في البحر. قبالت سواحل البحر الأحمر. وفي مضيق باب المندب. وأيضا حاليا كانت تبنت هذا الهجوم. هو هجوم مركز على مدنيين. وليس على قواعد حسكرية. فبالتالي هي جريمة إرهابية. يدينها الجميع. ومنهم الاتحاد الأوروبي. دكتور نظال. وبالتالي هل يكتفي المجتمع الدولي الاتحاد الأوروبي بمواقف التنديد. ويتضامن مع دولة الإمارات. أم أنه يذهب أبعد من ذلك بخطوات عملية على الأرض. ما رأيك؟ عمليا على الاتحاد الأوروبي. كما على الدول الأخرى. خاصة المتحدة. أن يكون هناك تنثيق للزهاب بعيدا. وليس فقط عملية التنديد. لأن الخطر أصبح خطر كبير. فبالتالي أعتقد أن ما حصل اليوم هو خطأ استراتيجي كبير من جماعة الحوثي. وسيكون له تداعيات كبيرة. تداعيات على الجماعة الحوثي. كوضع خاصة إعادة وضعها ضمن قوائم الإرهاب. لأنه كما تعرف هذا الحادث هو حادث إرهابي. هناك استهداف مباشر للمدنيين. وتخطيط للاستهداف المدنيين. وتهديد أيضا باستهداف حتى في أوسع للمدنيين. فبالتالي يجب أن يكون هناك عملية للضغط على هذه الجماعة. من أجل الحد من الخطر الذي تمثله على المجتمع الدولي بشكل عام. وليس فقط على دولة الإمارات. لأنه كما ذكرت لك مخاطر الحوثي أصبحت كبيرة جدا. هي تقوم بعمال كبيرة في البر وفي البحر وحتى في السماء. فبالتالي على المجتمع الدولي وعلى الاتحاد الأوروبي أن يذهب بعيدا لوضع حد لهذه الأعمال الإرهابية. وأعتقد أيضا أن هذا الحادث أيضا سيكون له تداعيات كبيرة على مناقشات فيينا. على مفوضات فيينا. لأنه كما تعلم سيعيد طرح وبقوة على دور أدوات إيران المزعزعة في المنطقة. ومنها جماعة الحوثي. فبالتالي أعتقد الاتحاد الأوروبي سيضغط خاصة أن الاتحاد الأوروبي حاليا ترأسه فرنسا سيضغط بشكل كبير للذهب بعيدا للحد من خطر هذه الجماعة التي أصبحت خطر إقليمي وعالمي تهدد الجماعة. وعلى كثيرون في المواقف الدولية كثير من المواقف دكتور نيضال شددت على مسألة زعزعة الاستقرار والنظام الدولي من خلال هذه الجماعة. إلى أي حد سيكون هناك إعادة تموضع خاصة في مسألة المضائق والخليج العربي. التحرك الدولي هل إلى أي حد يمكن أن يكون في الحسبان خلال الفترة المقبلة؟ أستاذ سامي أعتقد أن بدأت المواقف الدولية تتغير. أعتقد التغير الجزري كان في الموقف الأمريكي. أنت تعرف إدارة الرئيس بايدن عندما أتت. كان هناك تغيرات في خصوص التعامل مع جماعة الحوثي. وأعتقد ما حصل اليوم عادت عملية حسبان لهذه الإدارة في عملية التعاطي مع هذه الجماعة. الأمور التي حصلت مؤخرا عملية القرصنة التي كانت السيطرة على السفينة الإماراتية وغيرها من الأمور التي تحصل قبالة سواحل حديدة في جنوب وأيضا في مضيق باب المندب. كل هذه الأمور ستدفع الدول العالم والقوى العالمية من أجل تغيرات استراتيجية في التعاطي مع هذه المخاطر. لأنه كما تعلم كانت هناك ضغط ضغط دول عملية استقرار في هذه المنطقة. وفي هذا الأساس كان هناك المفاوضات فيينا من أجل أن يكون تؤدي هذا الاتفاق لعملية استقرار. فبالتالي حاليا أعتقد الملف ما حصل اليوم سيعيد بقوة عملية الميليشيات المدعومة من إيران. سيعيد ملفها ودورها المزعزع الإقليمي. كل الأضواء ستأتي على هذه الميليشيات. لأنه لا يمكن أعتقد لأي اتفاق إذا نحن نتحدث عن اتفاق نووي جديد. إذا لم يتطرق لهذه المخاطر أعتقد أنه هذا لن يؤدي إلى شيء. لأن هذه مخاطر كبيرة وتهدد السلم الإقليمي والسلم العالمي. فبالتالي على الدول هناك تغيرات كبيرة. لكن يجب أن يكون هناك ضغط أكبر من أجل الضغط لحل هذه المشكلة ولوقف هذه المخاطر المخاطر العربية ولكن ليس فقط أيضا التي تهدد القليم بشكل عام والعالم.